منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدر انهيان رئيس الدولة حفظه الله سعدت خوسي أغوير وافيلا سفير جمهورية الباراغوي ويسام الاستقلال من الدرجة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات تقديراً للجهود التي بدلها خلال فترة عمله ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات وقلدت معالي ريم بنت إبراهيم الله هاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي سعدته الوسام خلال اللقاء الذي عقد في وزارة الخارجية مؤكدة حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية الباراغوي في جميع المجالات